موسيقى صعد المسيح ودخل السحاب بل دخل إلى السماء لأنه في قانون آخر أيضا هو أقوى من قانون الجاذبية صعد إلى السماء السؤال لماذا صعد يسوع المسيح إلى السماء أولا ليتمجد ويأخذ مكانته الشرعية على العرش فهو جاء من العرش أكمل العمل ولابد أن يرجع إلى مكانته ويأخذ مكانه الأول الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطيانا جلس في يمين العظمة صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم فإذن صعد إلى السماء هو علامة الانتصار تحقيق الهدف وتتميم كل شيء طبعا صعود إلى السماء طبعا هذه حقيقة ممجدة لأن الكتاب يقول لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تشتب اسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله شيء آخر صعد يسوع المسيح إلى السماء لكي يكون الكاهن الأعظم الكاهن إلى الأبد كما يقول عنه الكاتب إلى العبرانين ليتشفع أمام الله ولكي يكون الوسيط بين الله والإنسان كما تقول كلمة الله عندما نطلب الغفران نحصل عليه بسبب يسوع بسبب عمله الكامل ننال رحمة نعمة وعونا في حينه بسبب إكماله لكل هذا العمل يتشفع أمام الله عنك وعني وهذا عمل عظيم جدا لأنه ما زال المسيح يعمل في السماء من أجل حسابك أنت أيضا صعد إلى السماء مثل ما ذكرت واضح لكي يكون الشفيع لأن الكتاب يقول إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الله الآب يسوع المسيح الكفارة من أجلك ومن أجل أيضا إذا اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثم يعني نتغطى بدم المسيح على حساب ما فعله من أجلنا صعود إلى السماء مثل ما ذكرت هو فعلا برهان الانتصار كما يقول الكتاب أنه أخضع كل شيء تحت قدمي صعود إلى السماء يعتبر أول ثمار الباكورة لعصر جديد يقول الكتاب صعدة أعطى عطاية ومن ضمن العطاية أعطى المواهب في الكنيسة أعطى البعض أن يكون رسل أنبياء رعاة معلمين إلى آخره فهذا هو عمل المسيح كشخص موجود في السماء يعطي عطاية لكنيسته لجسده هذه عطاية يسوع المسيح ثم أحبائي مهم جدا صعدة يسوع إلى السماء ليرسل لنا الروح القدس ليمكث معنا يعزه يشجع يقود يجذبنا إلى المسيح لكي يبكت ولكي طبعا يقود الناس إلى يسوع المسيح طبعا صعدة إلى السماء ليعدى لنا مكان يقول الكتاب ومتى أعددت لكم مكان آتي أيضا وأخذكم حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا صعوده إلى السماء هو علامة أكيدة لرجوعه مرة ثانية كما وعد أنه سيرجع مرة ثانية حتى يرجع لازم يكمل عمل لازم يطلع للسماء ولازم ييجي مرة ثانية بمجد أبيه وملائكة القدسين بمجد عظيم أخيرا أحبائي صعدة إلى السماء ليعطي التأكيد والحقيقة أننا في يوم ما سنكون معه في كل حين في أجساد ممجدة وهذا كله على حساب ما فعله يسوع المسيح أنا موجود في الجهة طبعا الجنوبية لأورشليم وهذا الحدث تم مثل ما شايفين ورائه بتشوفوا هذا البرج العالي مكان صعود يسوع المسيح من جبل الزيتون فشيء جميل أنه أتكلم عن الحادثة وإنتوا بتتفرجوا على جبل الزيتون مكان صعود يسوع المسيح موسيح 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 موسيح